في سبيل مكافهة التهريب الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني فإن القوات المتجولة للجمارك الوطنية التي ظلت واقفة أمام المحربين المتمرسين في تهريب المواد الضارة بمدن البلاد الداخلية فقد تمكنت هذه القوة من ضبط كمية كبيرة من المواد المتنوعة الضارة بصحة المواطن كالمخدرات والكحول المغشوشة ومواد أخرى منتحية الصلاحية وقير ذلك من أشياء أخرى تضر بأمن المواطنين والوطن لا سيما المتمثلة في السلاح الأبيض فلذلك فقد تم أرض عينة من هذه المواد بمقر القوى المتجولة للجمارك الوطنية قالوا فروت دا ما بسي المعقولات هاجاتا لا تحت المعقولات فيه هاجات كثيرة حسا ديالي شفتم عندهم كوب كوب الكوب كوب دا عندنا خمسة عرف كوب 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 دا فعلا الناس يقدر يشولوه يزرع وفوقه يسوقه لكن كان لبرو في تحت البضاء هذا اندو منيه آخر ودواء اللي بقولوا دواء أسألنا في المينة غالبين بقولوا شوكو دكتور شوكو وحاجات أدوية ما مسموعة أدوية يعني خطيرة خطيرة لصحة من المواطنين مدير مراقبة القزاة تحدث عن التدابير المستقبلية التي تقوم بها اللجنة لمكافهة هذه الظاهرة أمينة الدولة في المالية والحسابات العامة رونيل دوبنغار أشادت بجهود قوات الدركة المتجولة للجمارك وأكدت دعم الحكومة لجميع قوات الأمن من أجل مكافهة عمليات التهريب وانتهت المناسبة بحرق عين من المواد المحظورة أمام وسائل الإعلام العامة والخاصة شكرا